بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين وجميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردأت رؤوس الآل للحفري اي فلو تراه أمك الثومين مناشدتا والهاوة تلثم تربال طفك العطري وتلك تصرخ وجداه وأبتا وتلك تندبو ويتمى في الصغرين يا داف الرأس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري يا لا تدفن الطفل إلا عند والده أي فإنه لا يطيق يتم في الصغرين لا تدفن الرأس إلا عند مرقده أي فإنه جنة الفردوس خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم أي وخاطب الجد هذا تحفت يومي 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 السفرين يومي 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 نقايا أرغم مضله عيون يعالج وحده يومي خط فلان ولا واحد بحيا القمائق الطاور يجد ما اتمحد مدديدي ولا واحد يجايد عدل رجلي يعالج بالشم يسمح أدقر بلي يحط لغلايا يا جد من الحار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عن الإمام الرضا عليه السلام يا ابن شبيب لن شئت أن تبقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام بعد استشهاد الحسين عليه السلام يوم عاشراء سنة 61 للهجرة ظن خاتلوه والذين فجعوا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بقتله أنها جريمة ستكون عابرة وستنسى مع تقادم الأيام وتعاقب الليل والنهار ولكن جهودا حثيثة بذلت حتى تتحول عاشراء وتكون كربلاء قضية يعيشها المسلمون جميعا بل تعيشها الإنسانية قاطبة تحولت كربلاء من ذكرى إلى قضية وتحول حسين عليه السلام من شهيد مضمخ بدمه ملقا على بوغاء كربلاء إلى رمز خالد من رموز الإباء والشمم والعزة والكرامة وكان الوصول إلى هذه النتيجة الكبيرة حتى تحول حسين عليه السلام كما نشهد هذه الأيام هذه الملايين الزاحفة نحو قبره سلام الله عليه تجدد العهد مع الله ومع جده رسول الله صلى الله عليه وآله ومع القرآن الكريم الذي استشهد من أجله وعلى الإسلام العظيم الذي بدل دمه من أجل هذه الشريعة المقدسة كما قال أحد الشعراء على لسان حسين عليه السلام إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني وكان سلام الله عليه هو الذي يقول ألا وأن الدعي ابن الدعي أدركز بين اثنتين بين السلة السيف والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام من أجل الوصول إلى هذه القيمة الكبرى وهذه النتيجة العظمى أن تتحول كربلاء وعاشراءها إلى ذكرى من ذكرى إلى قضية كانت هناك عدد خطوات من قبل أئمة المسلمين عليهم السلام من بعد واقعة كربلاء أولا الدعوة إلى أقامة المجالس وإحياء ذكرهم يقول الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا وهذه المجالس الآن تقام طوال السنة هناك بعض الحسينيات وبعض أماكن الحسين عليه السلام في كل يوم هناك مجالس الحسين المسلمون الموالوون لأهل البيت طوال شهرين محرم وصفر المجالس آناء الليل وأطراف النهار وفيها تفسير القرآن الكريم وبيان سنة النبي صلى الله عليه وآله وشرح مفاهيم الإسلام العظيمة وكذلك طوال السنة في المناسبات المختلفة المتنوعة حتى صار الحسين عليه السلام يعيش مع الناس صباح مساء الأمر الثاني السحباب أن تذكر عطش الحسين عليه السلام كلما شربت الماء وشرب الماء حاجة ضرورية لكل إنسان والمسلم كلما شرب الماء صلى على الحسين عليه السلام ولعن وتبرأ من قاتليه فأصبح الحسين مع كل مسلم حينما يشرب قدح الماء ثالثا يستحب المسلم حينما يتوجه لله ليصلي أن يكون موضع جبهته من السجود على قطعة من تراب كربلاء والنبي صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجاءت روايات النبي وأهل البيت لتؤكد على طهارة هذه الأرض وكما في أحاديث كثيرة في ما ذكره المسدرك على الصحيحين مسند الإمام أحمد بن حنبل و مصادر كثيرة أن جبرايل عليه السلام جاء بقطعة من تراب كربلاء أعطاها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي سلمها بدوره إلى أم سلمة وضمى الله عليها وقال يوم قتل الحسين ستفور هذا التراب وهذه التربة إلى دم عبيض وكان أول من نعل حسين عليه السلام بالمدينة أم سلمة رضوان الله عليها حينما رأت يوم عاشراء بعد الظهر وقد تحولت تلك التربة إلى دم عبيض فأنا كإنسان مسلم على الأقل أصلي في اليوم سبهة عشر ركعة أربع وثلاثون سجدة يعني أربع وثلاثون مرة على الأقل أضع جبهتي عند السجود وأقول سبحان ربي الأعلى وبحمده وأنا أتذكر شهادة الحسين عليه السلام رابعا يستحب ذكر الحسين إذا رأى المسلم شهيدا أو رأى قتيلا أو رأى غريبة وهذه أمور عادية يعيشها المسلم بل الناس جميعا كل يوم والأمر الخامس الذي نريد أن نركز عليه استحباب زيارة الحسين عليه السلام وهناك زيارة مندوبة للحسين متى ما جئت إلى كربلاء في أطراف النهار في أطراف الليل وآناء النهار متى ما جئت إلى كربلاء وتشرفت بلثمي اعتابتك البقعة المباركة لكن هناك أيام وليالية مخصوصة لهذه الزيارة يعني ثوابها أعظم أول رجب منتصف شهر رجب منتصف شهر شعبان ليالي القدر الثلاثة في شهر رمضان تسعة عشر إحدى وعشرين ثلاث وعشرين ليلة عيد الفطر ويوم عيد الفطر ليلة عرفة ويوم عرفة ليلة عيد الأضحى ويوم عيد الأضحى وكل هذه الأيام هذه المناسبات الثلاثة عشر كلها ارتبطت بأيام وليالي ذات بعد عبادي فيها أعمال غسل ودعاء وزيارة وصلة وأيضا فيها زيارة حسين عليه السلام وهناك زيارتان أخريان ارتبطت بواقعة كربلا زيارة يوم عاشراء وزيارة الأربعين وكان متوقع من كل إنسان بادئ ذي بدء أن يتصور أن هذه الزيارتان فقط هم المستحبتان يوم شهادته ويوم أربعين على ذكرى شهادته حينما جاء الصحابي جابر بن عبد الله الأنصار يضع الله عليه من جهة وجاء الإمام زي العابد عليه السلام بعماته وأخواته من الشام من جهة أخرى والتقوا بكربلا في العشية من صفر وزاروا الحسين عليه السلام وأقاموا المأتم ثلاثة ولكن أراد أئمة أهل بيت عليه السلام أئمة المسلمين أن يجعلوا العبادة عبادة واعية فمع أن ليت النصف من شعبان مع أعمالها الكثيرة من أغسال وأدعية وقراءة القرآن الكريم والصلاة تأتي زيارة الحسين النصف من شهري شعبان كذلك ليلة القدر كذلك يوم ليلة عرفة وهكذا وزيارة الأربعين وهذه الزيارة التي نعيش وهذه الأيام إنما سميت بهذا الاسم لمرور أربعين يوما على شهادة الحسين استشد يوم العاشر المحرم فبعد أربعين يوم يعني العشرين من شهري صفر وتسمى أيضا بعودة السبايا ومرد الرؤوس ذلك أن الأمويين بعد قتلهم الحسين عليه السلام تركت الأجساد الطاهرة على بوغاء كربلاء وحمرة الرؤوس المطهرة على أطراف الرماح الحسين ابن رسول الله ومعه أبنائه وإخوته ومجموعة من بني هاشم ومن أنصارهم من بلد إلى بلد من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومع تلك الرؤوس كان سبيوا بنات رسول الله زينب وأخواته زينب وسلكوا بركب السبايا هذا الطريق الطويل يعني من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام عبر مناطق الفرات ثم اتقلوا إلى دجلة قرب مدينة تكريت وصعدوا على دجلة إلى شمال العراق مروراً بمدن ككركوك وأطرافها حتى وصع الموصل وبعد الموصل انحرفوا باتجاه الغرب ومروا بمدينة تلعفر وسنجار ثم مدينة القامشلي وبعد ذلك دخلوا في الحدود السورية الحالية وارتقوا ليدخلوا داخل تركيا الحالية كما في منطقة الوردة عين الوردة هذه الأيام أيضاً نسمعها في الأخبار ونصيبين في داخل تركيا حتى وصلوا إلى حلب وبعد ذلك نزلوا هبطوا من حلب إلى معارة النعمان وحماء وحمص ثم دخلوا لبنان إلى منطقة بعلبك وعلى طريق الزبداني رجعوا عبر وادي بردة إلى دمشق الشام وفي دمشق الشام كانت خطبتان الأولى للحوراء زينب سلام الله عليها في داخل مجلس يزيد والتي كان من ضمنها قولها عليها السلام كد كيدك وسع سعيك مناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا ترحض عن كعارها وشنارها وهالرأيك إلا فنت وأيامك إلا عدد وجمعك إلا أبدد يوم ينائد المنات ألا لعنة الله على الظالمين ثم الخطبة أعظم أثرا والأكثر اتساعا التي خطبها الإمام زي العابدي عليه السلام بالمسجد الجامعي بدمشق الشام وكان من جراء تلك الخطبة أن تفاعل المسلمون بالشام تفاعل كبيرا مع مأساة أبناء رسول الله وبكى أهل الشام بدل الدموع دما وتعاطفوا مع زي العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام فلما رعا يزيد ذلك خاف من وقوع الأمر وانقلاب الأمر عليه فعجل بإخراج السبايا وطلب السبايا وطلب الإمام زي العابدين من يزيد أن يعطيهم الرؤوس ليحقوها بالأبدان الطاهرة التي دفنت بكربلا فما تأخر عنهم يزيد وأعطاهم الرؤوس ولهذا كان عليهم أن يمروا بكربلاء لكي يدفنوا تلك الرؤوس نعم في مثل هذه الأيام عاد ركب السبايا من الشام بعد تلك الرحلة الطويلة والتي تركت أثرا كبيرا سبحان الله هذا الشارع أو الطريق الذي مر به سبايا أهل بيت لا تزال تجد هناك آثار ومنارات وشواهد ومنطلقات تذكر الناس بتضحيات أهل البيت عليهم السلام هذا الطريق الذي سلكه أهل البيت لا يزال إلى الآن فيه منارات هدى وعلامات خير وإشارات هداية لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وهكذا خرج ذلك الرقب الحزين متوجها إلى كربلا من جهة أخرى جاء الصحابي جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه ومعه مجموعة من الصحابة ومجموعة من بني هاشم جاءوا ليزوروا قبر الحسين ابن علي عليه السلام يقول عطي العوفي خرجت مع جابر ابن عبد الله الأنصاري لنزور قبر الحسين فكنا نمشي ليلا ونكمن نهارا إلى أن وصلنا إلى كربلا اغتسل جابر من نهر الفرات نثر صرة سعد كانت معه لبس أظهر ثيابه قال خذ بيدي يا عطي وألمسني القبر يقول لما وضعت يد جابر على قبر الحسين وأحس ببرودة تراب القبر سقط على الأرض مخشيا عليه رجشت عليه شيئا من ما أفاق وهو يقول يا حسين يا حسين يا حسين وهذه مقارة صحابي ينادي يا حسين يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه وأن لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أتباجك وفرق بين رأسك وودنك أشهد أن ابن خاتم النبيين وابن سيد المرسلين بينما هم كذلك وإذا بسواد قد أطل عليهم من جهة الشام قال عطي يا جابر هذا سواد قد أقبل إلينا من جهة الشام التفت إلى غلام كان عنده قال اذهب إلى ذلك السواد واتنا بخبره إن كان من جماعة عبيد الله بن زياد ارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ وإن كان الإمام زين العابدين فأنت حر لوجه الله ذهب ذلك الغلام ما كان أسرع من أن رجع وهو يقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله هذا زين العابدين قد جاء بعمات وخوات لعم لما وصل إلى كربلا ونظر إعلامها ونخيلاتها يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتل أنا وما أعلمها آم حال جثة ميت إن في أرضكم بقية ثلاثا لا يزا أرم قاموها هرول جابر ومعه الصحابة وبنو هاشم لاستقبال إمام زين العابدين لما رأى الإمام جابر قال أنت جابر قال نعم ابن رسول الله أنفجر الإمام باكيا قال عم يا جابر ها هنا والله قتلوا رجالنا عم يا جابر ها هنا والله دبحوا أففالنا عم يا جابر ها هنا والله سبوا نساءنا شسالف لك يا جاب إرمال إلسان على وجوه فرت إسوان وحسب يا الهين بالكان وليان لأن هم ضحايا على التربان أما زينب أخواء الزينب فقد ألقينا بأنفسهن على قبر حسين وقبور بقية الشهداء أنا جنت غايبة واليوم جي أتاهمك أربعين ليلة فارق أتاهمك والله تحت الثرى مرمي لقي أتاهمك هذه عيائيا آلك بالطفوف بواكيا ناع يجايا ويبو بالأني أين نواعيا وإليك وإليك أغشك يا حسين أين برائيا إنسان عاي يا حسين أين أخي يا أملي وعقد جماني المنضود نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة لأمة من بنيه أن تصلي على محمد وآل محمد وأن لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اجمع كلمتنا وحص صفوفنا على الخدأ والخير والإيمان والبركة إلى أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من أهداهم ثواب الفاتحة مع الصلوات